Cambridge A2 Computer Science Chapter 16 System Software System Software يعني ايه في التشابتر ده ال Operating System وال Operating System مهمته انه هو Multi-Tasking يشغل كذا برنامج في نفس الوقت فاهم حاجة بيعملها ال Operating System اللي هو Process Management اللي هو يقسم وقت ال Processor على كل البرامج اللي شغالة وكمان Memory Management يقسم الميموري رام على كل البرامج اللي شغالة يبقى ده اول حتة من التشابتر بعد كده بقى من ضمن System Software اللي هو Translator لانه كان ايام زمان اللي اشتري كمبيوتر من فريم طبعا غالي جدا او Unix او Linux ده ما بيبقى الشخص عادي ده بيبقى Programmer فمن ضمن System Software ال Compiler بتاع الكمبيوتر ذات نفسه فهدلوقتي ال Compiler يعتبر System Software طيب ماشي ما احنا هنذكر بقى في التشابتر ده ال Stages ازاي بقى ال Compiler مين اللي ال Compiler ازاي بياخد Source Code ويعمل له Analysis لغاية ما يحوله ل Machine Code المهم يا شباب على ال ROM في حاجة اسميها BIOS Basic Input Output System ده بنسميه ال Bootstrap Program بيعمل ايه احنا عارفينها ما دي اسمها Multi-Tasking أو Multi-Programming اهم حاجة بيعملها ال Operating System موضوع Management of Multi-Programming كذا برنامج شغال في نفس الوقت ده بيطلب منه انه بيعمل حاجة اسمها Process Management بيقسم وقت البروتيسور على كل البرامج اللي شغالها وبيعمل حاجة كمان اسمها Memory Management بيقسم الممري ل Segments و Partitions علشان يكفي البرامج اللي شغالها طيب بس الحقيقة ايه انه Only One Program can access the CPU at a time بقولك ايه تعال نخش في ال Diagram ده على طول تعال بس هقولك ال Diagram ده لما Program بيبقى running لما Program بيبقى running بيدخله شوية للبروتيسور يعمل منه مثلا Few Instructions ويرجعه وياخد البروجرام اللي بعد فالبروتيسور بيشغال مع برنامج واحد بس بيشتغل مع البرنامج الاولاني وبعدها Few Milliseconds يشتغل على البرنامج التاني وبعدها Few Milliseconds يشتغل مع البرنامج التالت الرابع الخامس وبعدين يلف يجيبهم من الاول طيب ما دي اسمها Process Management خلاص يا شباب طيب يبقى Only One Program Can Access The CPU At Any Given Time But Others Are Ready أنا ورتك الديجرام اللي فيه ready ده نحن هنعد ذكره كويس إن شاء الله This is described as Multi Programming كذا برنامج شغال في نفس الوقت This will happen for a single user يبقى أنا بتكلم على single user Multi Programming افرد عندك بقى Multi Access System يعني Time Sharing System يعني users كتير شغالين عليك نفس الكمبيوتر ازاي الكلام ده Main Frame لما يبقى Main Frame يبقى عندك users كتير شغالين على نفس الكمبيوتر كل كل user بيبقى عنده program او اكتر والoperating system بيقسم الوقت على كل ال users وعلى كل ال programs بطريقة efficient لا ده الoperating system ده بيتعب جامد تمام تعالا نذكروا وإن شاء الله في جمعتك تدرس اكتر علي طيب تبصوا يا شباب علشان انا على قد مقدر بجمع افكار من اسئلة وحطها في النوت يعني مثلا الoperating system بيعمل ايه resource management three fundamental resources in a computer system are cpu time وقت البروسيسور ده اغلى resource بيقسمه على كل البرامج ال running المامري الرام من memory الرام ده تاني اغلى resource بيعمل لها partition وsegmentation وفي حاجة كمان اسمها virtual memory عشان يكفي البرامج اللي running تمام وبعدين input output برضو بيعمل management من وجهة نظر البروسيسور الهاردسك يعتبر input او output لكن لو بتكلم على computer system الهاردسك ده يعتبر storage انا بس لما اجا اتكلم على البروسيسور البروسيسور ذات نفسه الهاردسك يعتبر input او output لكن الكلام ده لما اكون بتكلم على computer system اللي هو كيس بقى keyboard وهاردسك لا بتكلم على ان ده اسمه store المهم يا شباب شغلانت الoperating system يعمل ايه maximize resource user resource management related to the cpu concern scheduling اللي هو بيعمل جدوى الاعمال البروسيسور بيعمل الخطة بتاعت البروسيسور اللي هو cpu يشتغل مع البرنامج ده وبعدين يشتغل مع البرنامج ده وبعدين البرنامج ده دي اسمها process management طيب maximizes memory usage الكلام ده الكلام ده جيه اجابة سؤالها بقى ورها لكم ازاي الoperating system maximizes memory uses وعلى فكرة دي تعتبر introduction للحاجات اللي انا عايز اشرح ماشي moving frequently access instruction to cash ما انا عندي دلوقتي يبقى الحتة اللي انا بشرحها دي introduction للي chapter ليه لان الoperating system الoperating system بيعمل maximizes memory usage moving frequently access instruction to cash انت عارف يعني ايه cash الكاش ده بيبقى memory سريعة جوه البروسيسور فالinstructions اللي بستخدمها كتير بيحطها في الكاش for fast record as s-ram ما انت ذكرت الكلام ده في الاس اللي هو static ram ماشي is used for cash rather than dynamic ram is used for time يبقى الoperating system بيعمل maximize للمemory usage ازاي moving frequency access instruction to cash في حاجة كمان partitioning بيقسم المemory partitions ماشي removing removing unuse item or task from the ram اول ما تطفي البروجرم بيروح شايله من المemory لو في حاجات كات كمان حاجات بقى اللي هي dynamic link library بيقسم efficient or in the ram يبقى برضو في موضوع الكاش مع hard disk compression and fragmentation بقولك ايه لا الحتة دي تبع الاس خالص بس كانوا جايبين في الاس لان compression ده في الاس و different دي في الاس عارفين ها انتم انتم امتحنتوا فيها طيب خلينا دلوقتي ايه maximize resource maximize resource usage اللي هو cpu time وال memory usage اللي هو cache اللي هو اللي هو partitioning و segmentation و virtual memory تمام طيب بقيت الحاجات تانية operating system facilities provided for the user بيديك common line interface و graphical user interface ويديك file system to store files and programs تمام طيب كل الحاجات دي همشى عليها بسرعة انا المذاكرة بتاعتي هتبدأ من اول process scheduling هو ده المذاكرة الاساسية بتاعة النهار طيب الoperating system عملونه كذا model عملونه كذا model عملونه stack model بهذا الشكل انت عندك الهاردوير تحت ماشي وفي حاجة اسمها hardware interface بيسموها دلوقتي firmware ماشي اللي هي programs اللي بتتعامل مع الهاردوير directly اللي هي بتبقى على الروم اللي هي اسمها BIOS وفيه كمان حاجة اسمها kernel the heart of the operating system that is always running وبعد كده بقى utilities على حسن ما تعوز اللي هو disk defragmentation او الفايلين system وفوقيها بقى الابليكيشن واليوزر انترفيس او الموضل ده ان الكيرنل تحت هو اللي فوق الهاردوير انترفيس الكيرنل تحت اللي running all of the time وبعدين بقى عنده ايه فوقي الموضل بتاع memory management file management device management scheduling بصوا احنا هنذكر ايه سيبك من كل الدوشة دي كل نزلت ايه اس احنا هنذكر scheduling و memory management يعني اللي هو يقسم وقت البروسيسور على كل البرامج running ويعني ايه memory management ثلاث حاجات partitioning وسيجمنتشن و virtual memory هما دول اللي هنقعد نذكر هما دول اللي بيجي عليهم كل الاسئلة هو ده شو اللي ايه تو اساس طيب تعال برضو نقول كلمتين عشان نكمل ايه الفكرة input and output system زي ما انت عندك بقى الرسمة دي فيها ايه يا ابني دي فيها البص system دي فيها البص system اللي فيها الادرس بص والديتا بص والконترول بص تمام البص وصل ما بين cpu والmemory وكمان مع الhard disk disk interface مع screen اللي هو graphical gpu graphical processor unit اللي هو vega card keyboard printer تمام طيب هو بالنسبال بالنسبال يعني زي ما بقولك زي ما بقولك لو احنا بنذكر cpu بالنسبال الhard disk يعتبر input out مع ان الhard disk ده نمدرسوув Brock انه هو storage لا بالنسبال له الhard disk يعتبر input out وفي حاجة اسمها direct memory transfer يعني لما بيجي فايل كبير هيروح على memory يخليه direct memory transfer يروح على memory بدل ما يخوش على cpu الاول وبعدين يروح على المveis تمام طيب تعال بس اوريك كل الكلام ده introduction كل الكلام فرق السرعات عامل ازاي؟ بص يا شباب الكيبورد الرد بتاعه 10 bit per second يعني بيديك byte بيديك byte اقول اعتبر 10 bytes per second بيديك byte كل point one second طيب ال screen 50 ميجا bytes per second ماشي؟ يعني ايه لو عملت one divide 50 ميجا هيبقى 2 to the power of negative 8 a disk 5 ميجا bytes per second 2 to the negative 7 2 multiplied by 10 to the power of negative 7 انا عايز اقول لك حاجة الكيبورد تعتبر very 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 slow بالنسبة للبروستر علشان كده لما يكون في حاجة مستنية input من اليوزر الoperating system بيخلي البروغرام ده في السسبند بيخليه في البلوقد awaiting مستني ال input يخش يعني فيه فرق سرعات البروستر شغال يا شباب البروستر بتاعك اقل حاجة دلوقتي اتنين جيجا وجيجا دي 10 to the power of 9 يعني time period 1 over 2 to the power of 9 ماشي؟ طيب مهم دلوقتي يا شباب فيه فرق كبير جدا في السرعات ما بين الكيبورد وما بين البروستر علشان كده لما يكون فيه بروسس يعني ايه بروسس يعني running program لما يكون فيه بروسس باستنية input من اليوزر الoperating system في مرحلة اللي ما انا هبدأ دلوقتي بقى الشرح المهم كل اللي فات ده كان introduction ماشي؟ هبدأ دلوقتي الشرح المهم في مرحلة اللي اللي هو لما الoperating system يقسم وقت البروستر على كل الrunning programs البرنامج اللي مستني input output بيركنه على جن وما يدلوش دوره ويسميه waiting او blocked او suspended ليه؟ لانها فرق زمن من 10 من 0.1 ل 10 to the power of negative 9 فاهمني؟ ده شغال في دنيا وده شغال في دنيا البروستر ممكن يعمل مليار حاجة عمل ماليوزر يدوس على حرف على الكيبور خلاص؟ طيب يا شباب يبقى clock speed clock speed ايه؟ اتنين 2 2 جيجا هيرتز والجيجا دي 10 to the power of 9 طيب يا شباب كل اللي فات ده 10 introduction تعال بقى نبدأ الشرح المهم في حاجة اسمها process scheduling يعني ايه process؟ يعني program running يبقى process يعني program running تمام؟ طيب يبقى دلوقتي بقى قصة انت عندك processor واحد بيقسم وقته على 10-20 برنامج running تمام؟ طيب تعال بقى نشوف ده فيه كلام كبير في حاجة اسمها high level scheduler high level scheduler هشرح لك دلوقتي وعلشان تتفهم هده هغلبك شوي في حاجة اسمها high level scheduler أو long term scheduler وفي حاجة اسمها medium term scheduler بس مش عليها كلام كتير مش عليها كلام كتير تمام؟ والlow level scheduler ده بقى عليه كل الكلام كل المذاكرة على low level scheduler يعني ايه؟ يدخل البرنامج هو اللي بيتكلم على الديجرام ده بص يا شباب هو دلوقتي لما ييجي program جديد بيخليه new ماشي؟ ما هدي اسمها ايه؟ process control block bcb low level scheduler low level scheduler لما يجي له program جديد هقولك بيجي له منين؟ هقولك بيجي له منين؟ بيحطوا الاول في state اسمه new وبعد ما يخش في new يخش في state اسمه ready يعني ايه ready؟ جاهز مستني يجي له الدور من الprocessor خلاص؟ يبقى هو دلوقتي ايه؟ في الready تمام؟ تمام الoperating system بقى بيقسم وقت الprocessor ياخد الprogram ده يدخله running شوية وبعدين يقوله استنى حبا وبعدين يدخله running شوية وقوله استنى حبا ليه؟ يبقى الprogram الجديد يخش على ready والready يخش في running وبعدين يرجعه تاني ماشي حسن الدور بقى؟ ما عاد حاجة واحدة لو جاله input output الprogram وهو running احتاج input يقوله لا اركن انت في الويتنج ده احنا سنة بالنسبة له سنة عبا الماليوزر يكتب الامبوت على الكبور يقوله اركن انت في الويتنج خلاص وبعد ما يجيله ال input من اليوزر يخش في ال ready وفي ال ready مستنى ياخد دوره خلاص يا شباب وبعد بقى في ال running لما لما يبقى خلاص ال program خلص يروح مطلعه بقى على terminate ويشيله من الماموري ويبقى زي الفن هي دي اهم حاجة هنقعد نشرق فيها اللي هي short level أو low level scheduler أو short term scheduler low level scheduler اللي هي اسمها كمان short term scheduler ماشي طيب تعال بقى نجيبها من الاول يبقى low level scheduler اسمه كمان short short term scheduler تمام طيب تعال بقى يا ابني اقول لك يعني ايه يعني ايه high level scheduler أو long term scheduler طيب resource management relating to the cpu mainly concern scheduling to ensure efficient usage يبقى الديفنيشن بتاعت process scheduling ده resource management related to the cpu اغلى resource عندي هو cpu concern scheduling اللي هو ده اللونج ترم لسه ما شرحتوش بس هو ده اهم حاجة في ال scheduling تمام وبعدين كل ده to ensure efficient user طيب الحتة دي بقى غريبة عنك الحتة دي غريبة عنك محتاجة تشرحها لك programs that are available to be run on a computer are initially stored on a disk الجملة دي محتاجة شرح ليه لان انت بتروح تعمل double click على ال program اللي عايزه يرن انت اللي بتعمل double click على ال program اللي عايزه يرن لا انا بتكلم على system تاني يمكن سمعت عنه اسمه batch processing system بتجمع ال data والprograms وتسيبهم بالليل يبقوا processed وتاني يوم الصبح تاخد results of calculation خلاص يا شباب يبقى دلوقتي دي اسمها batch processing system لان high level scheduler او long term scheduler هو اللي بيقرر يعمل run لانهي program ما الكلام ده يتنقد مع ايه انت كيوزر عادي بتعمل double click running لل program اللي انت عايزه لا يا اخي ده في ال real time system او ال online system احنا بتسلم انتكلم على system batch يعني ايه batch بتحط كل program اللي عايزها تبقى processed ومعها data بتاعتها وسيبهب وبكرة الصبح تاخد بقى ال recent خلاص ساعتها ادي اليوزر الاولاني واليوزر التاني بيحط job بتاعته يعني ايه job يعني ال program والdata بتاع ماشي بيدخلها يديها للoperator والoperator يعملها job وباتش ويحطها عالكم باتش خلاص طيب يبقى دلوقتي the programs that are available to be run خلاص اتحطت عالكم باتش ماشي are initially stored on a disk in a time sharing system a user should submit a program as a job which would include the program and some instructions about how it should be run المهم يا شباب المهم ال high level scheduler او long term scheduler لما بيلاقي حدة في الممري فضية تكفي برنامج من المحتوطين دولة يروح حطت البرنامج في المم لغاية تما يتحمل بروسسيس ويخلص خالص يروح شايله من الممري يبقى ال high level او long term هو اللي بيعمل loading لل program initial في الممري لما يلاقي له ممري كافية ولما terminate خالص يعمل له delete من الممري يبقى ال high level schedule او long term scheduler بياخد البروغرام من ال بياخد البروغرام من ال hard disk يحطه في CPU يحطه في الرام الرام تودي لل CPU عشان يبقى processed ولما finish يسيفه على hard disk وال result stay تمام طيب وهو بقى رايح ما بين الممري لل CPU وال CPU للممري لا دي شغلانة low level scheduler او short term scheduler خلاص يا شباب يبقى الحتة اللي تحت دي يبقى high level scheduler يحدد انهي برنامج يبقى loaded high level scheduler makes decisions about which programs stored on the disk should be moved into memory in order to run to be executed خلاص يبقى هو اللي هي شوف انهي من المرامج اللي محتوطة في الباتش دي هتبقى loaded to be executed يبقى دا الhigh level والlong term في حاجة اسمها medium term بس عمري ما شفت عليها اسئلة occasionally a program has to be taken to disk due to memory getting crowded this is controlled by medium term scheduler تمام طب بقولك ايه كل الشغل بقى على low level scheduler او short term scheduler هو دا بقى كل الكلام كل الاسئلة بتيجي في الامتحانات عليك low level scheduler اللي هو بقى بيعمل ديه مين اللي بيديله ال new job long term او high level طيب يجيله يدخلها في ال ready وبعدين يدخلها شوية running ويرجعها تاني ready يدخلها شوية running ويرجعها تاني ready وهي running لو جالها input output يرميها في waiting لغاية تم dita تتيجي يحطها في ال ready بس هي دي شغلانة الل low level scheduler او short term scheduler دي شغلانة خلاص make decision about which process process يعني program running stored in memory يعني في الممري خلاص long term scheduler حطه في الممري should have access to cpu يعني من ready يدخلوا على running بس هي دي دي اهم شي خلاص يا شباب طيب when the program is stored in memory a short term or low level scheduler مو هده اللي احنا شغالين عليه يبقى when the program is stored in memory a short term or low level scheduler control when it has access to the cpu الله طب وهو نفس الكلام هي نفس الكلام الكراء المرتين تمام طيب حلوة او مرة جيسه 1000 امتحان وانتو عارفين ان احنا ايه بنهتم بالضربات مرة جيسه 1000 امتحان قالك what are the reasons you need processes scheduling انت ليه محتاج processes scheduling يعني ايه processes scheduling اللي هو ده تاخده مين من الممر تحطه running ومين من running تحطه في الرادي تمام طيب تؤلو multi program وانت عندك برامج كتير شغال ده اساسا ال operating system ده الواحد كذا برنام فهو عامل multi programming مع نفسه give each process a fair share of the cpu time مش لازم الفير ده يبقى equal fair share of the cpu كل program running ما هو process يعني ايه يعني program running يبقى give each process running a fair share of the cpu time allow all processes عرفين يعني ايه process يعني program running to complete in a reasonable amount of time ما فيش واحد فيهم يعود فترة طويلة جدا يعني يبقى fair تمام allow highest priority jobs to be executed first فيه priorities في حاجات more urgent keep the cpu busy all of the time ليه كده آه على قد ما خلي cpu busy على قد ما throw boot ال product والانتاج بتاوي زيد يعني هتديك مثال هتديك مثال ما الحكاوة دي هي المنهج بتاعنا ساعات يا شباب فيه برامج بتبقى بحتاجة calculations كتير دي ما سميها cpu bound فيه برامج تانية بتحتاج input output كتير يعني مثلا برنامج بيطبع على الشاشة او بيطبع على printer دي بنسميها io bound يعني احتياجه لل io كتير اكتر من احتياجه لل cpu time وفيه برنامج تاني بيعمل calculations فاحتياجه لل cpu time اكتر محتاجه لل input output انت عارف الشطرة ايه ان ال scheduler يدخل واحد من اللي محتاج cpu time كتير معه واحد من اللي بيحتاج input output كتير ليه عشان printer تبقى busy وال cpu بقى busy وال throw put يبقى the time service the largest possible number of jobs at a given amount of time minimize the amount of time user must wait for the results minimizes maximizes the use of referrals printer يبقى حاجة شغالة على printer وحاجة شغالة على download وحاجة بتقرأ من على hard disk وحاجة بترسم على الشاشة maximize the use of preference خلاص ده مرة سؤال جاء شباب في الامتحاد بيقول لك reasons for process scheduling هي دي كانت process scheduling يعني ايه process اساسا process يعني running program الكلام ده من ايام موجود في الرام ماشي ومعمول له process status معمول process control block طيب كل الحاجات دي اجابات اسئلة كل الحاجات دي يعني ايه process برنامج وهو شغال الهو متسايف على hard disk و نام static a process is the executing code dynamic يبقى ده شباب اللي هو ايه process في حاجة اسمها process states اللي هو ده ممكن تبقى new ممكن تبقى ready ممكن تبقى running ممكن تبقى terminated وممكن تبقى waiting دي في الامتحانات بسموها block بسموها block بسموها block ايه waiting ولا block بستني input out يبقى هم دول اللي states بتوع الprocess ذكرهم بقى ام ذكرهم بحض يبقى دلوقتي a process states a process is a programming memory that has associated process control block bcb اهو يبقى ده الprocess control block bcb وادي البلوك ده اللي هو في any status هو في ready لما يجيله الدور ولا في waiting مستني input output خلاص يبقى دلوقتي process control block is a complex data structure containing all data relevant to the running of a process الله هنا مش complex ولا حاجة لا ما نجيب لك رسمة مبسطة الامور فيها التفاصيل اكتر تمام طيب role of low level scheduler ما احنا شغالين فيه شباب ما احنا هنا شغالين على low level scheduler short term scheduler the low level scheduler decides which of the processes in the ready state اهو which of the processes in the ready state ماشي ماشي should get use of the processor يعني مين في ready يروح على running دي شغلانة low level scheduler الله طب ما بتدور ماشي لو بتدور في حاجة اسمها round dropping بتدور كده من غير priorities ماشي ما هو بتدور دي سهلة هنذكرها او لو هتدخل priorities ما انهي بقى task up more urgent وكلام من ده وخلاص ثم دول الكلمتين اللي هنذكرهم وخلاص خلاص يبقى دلوقتي to put in the running state based on position position يعني مكانه في الطبور او priority على حسب بقى في tasks بتبقى هتديك هتديك امثلة دلوقتي هتديك امثلة امتى يحط priorities لاي the low level scheduler is invoked after an interrupt or aos call requiring input output انت عارف طبعا ان لما بيطلب input output بيعمل interrupt signal ده لما time slot كل process بيبقى time slot لما time slot بتاعه running بيخلص بيجي interrupt علشان يرجعه تاني في الرادي فانت كل شوية تعمل interrupt وكل شوية تشغل process scheduler اللي هو ايه low level scheduler تمام طيب تعال بقى نذاكر process control block احنا ذكرناه بقى يا شباب ده احنا قلناك زمر process control block ذكرناك زمر احفظه بقى وهنشوف الاسئلة بتيجي عليه اسئلة كتير process control block is created in memory ready to receive data when the process is executed اللي يخلي الprocess executed لما لما الhigh level scheduler يقرر انه يعمل لها execution يبقى الhigh level scheduler بياخد من الباتش ويحط في memory ويسلم لل low level scheduler يبقى يروح عمل لها ماشي when the process once in memory once in memory the state of the process can change the transitions between the states can be described as process بقول لك ايه سبني اشرح لك البتاعة دي ع الرسم وخلص ابقى اراها انت واحفظ سبني اشرح لك ع الرسم يبقى لما يجي لك new program هتحطه في اللي هو اسمه new لسه new لسه طالح تمام وبعدين تعمله بقى ال status بتاعته وتعمله ال process control block بتاعه وخلاص هو كده بقى new تروح مدخله في ال ready يعني ايه ready مستني دوره تمام طيب ال scadular بقى ياخده من ready ودي راني بطريقة fair وفير مش لازم تبقى equal تمام يعني هديك مثال if program هضله حبة صغيرين ويخلص يدي له priority اعلى عشان ده هيتشلم الممر ويفضي if program هنشوف دلوقت ال priority تستيجي على ايه if program بيحتاج input output كتير ادي له priority لان انت كل ما هتدخله هيروح ايه مستني input ونزل تاني على ال running اديه اديه priority تمام طيب يبقى دلوقتي ياخد running وبعدين time slot بتاعه يخلص يرجع ready وبعدين ييجي الدور عليه يبقى running وبعدين time slot بتاعه يخلص يرجع ready لغاية طبعا مرة وهو في ال reading احتمال يعني مرة وهو في ال reading يطلب input output لو طلب input output ما توقفش بقى الدنيا عليه دخلوا في ال waiting وقسم وقت cpu على البرامج الاخرين بدون عمل حساب لي ما هو في ال waiting اساس ده هو مستني عبا المال user يدوس على keyboard طيب الكلام ده ممكن يتم في ثانية يا عم ثانية دي زمن طويل جدا بالنسبة لل cpu تمام طيب يبقى دلوقتي لما هي الحاجات دي بقى وبيجي لك عليها اسئلة بيجي لك عليها اسئلة طيب يعني مثلا يستحيل يستحيل وهو في ال ready يخش على waiting يستحيل لازم يبقى running اساسا والcode شغال يقوله غاية ما يجي عند حتة input output يروح وقف في ال waiting تمام طيب وبعد ال waiting مش يرجع على ال running لا لما ال input بتاعه ييجي يستنى في ال ready يستنى اللافرة بتاعته عمال متين خلاص يستحيل وهو في ال ready يروح على terminate لازم يبقى running والcode خلص ويروح على terminate ويتحزف من راب يستحيل من يخش على running لازم يخش في ال ready الاول وبعدين running اهو يا شباب يبقى هنا ال waiting state sometimes called suspended or blocked دي يا شباب ال waiting state في الامتحانات بيسميها suspended or blocked مش هشرح البتاع ده انا قلتلك عليه when a process is running state is halt by an interrupt it returns to the ready state هي لما دورها بي شوية بيحصل interrupt لما time slot بتاع بيخلص بيجي interrupt وقفها ويدخلها في ready state مرة جيه سؤال قال لك اللي يخلي move from ready to running اللي يخلي ال process هي اساسا ready وبعدين تتحول running the process is capable of using processor وهي في ready state the operating system allocates the processor to the process so that process can be execute running خلاص يبقى the operator system allocates the processor cpu to that process so that process can execute so that the process can execute اللي هي running state خلاص سيبقى اللي حرقها من ready لل running ادالها time طب اللي حرقها من running لل ready هي في running اللي رجعها تاني لل ready when the process is executing when the process عارف الجمل دي ملهاش articles ليه لأني نسخها من mark scheme ملهاش that when the process is executing is executing its allocated time ماشي where is ماشي the process is allocated time on when the time slice is completed interrupt occurs the process can no longer use the processor even though it is capable of further processing ساعتها ترجع تاني لل ready state خلاص يبقى the process is allocated the time on the processor when the time slice is completed the articles مهمة when the time slice is completed the interrupt occurs وترجع تاني في waiting طب اللي يحول ها من running لل blocked اللي هي waiting I O until I input operation is complete خلاص يا شباب كل الحاجات دي إجابات أسئلة ياريت ايه تذكروها وترجعوها تمام طيب في حاجة اسمها thread في حاجة اسمها thread ساعات البرنامج الواحد يقسموا البرنامجين 3-4 بقى ويشغلوا مع نفسه in parallel يعني الoperating system لو ملاقاش برامج يقسم وقته عنها البرنامج الموجود يقسموا برنامجين أو 3 ويقسم وقته عن الأجزاء دي ساعتها يبقى اسمها thread thread is part of a program which is handled as an individual process when being executed يعني نفس البروغرام بقسمه للthreads وشغله مع نفسه in parallel ليه كده اهو ده بيحسن الثروبوت عشان لو حتة من البروغرام مستنية IO تبقى مع حتة تانية من البروغرام محتاجة CPU time it is possible for a process يعني program to be separated into different parts اللي هي threads threads for execution these separate parts are called threads this has happened the thread is handled as though it were a process خلاص طيب ايه بقى موضوع الانترابت لا الانترابت ده معنا من ايام الـ 11 an interrupt is a signal from some device to indicate that some event has occurred مش لازم error مش لازم failure لا ده لما time slot بتاع البروغرام يخلص بيجي انترابت يوقفها ويدخلها في ال wait already طيب when an interrupt is received identify the source of the interrupt disable all interrupts of lower priority save the contents of the program counter لانه بيشاور على interrupted program البروغرام اللي توقف عشان تعمله restore بانتا بتعمل save لل program counter في اللي stack ماشي وload and run the appropriate interrupted service routine بتخلي program counter يشاور على اول instruction في ال interrupted service routine طب after the interrupted service the sequence of steps would be carried out after the interrupt is serviced restore registers from the stack enable all interrupts continue execution of the interrupted process طلاس reasons for interrupt some interrupts can are caused by errors that prematurely terminates a running process they divide by zero stop why interrupts processes consist of alternating periods of cpu usage and io usage io 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 takes far too long for the cpu to remain idle waiting for it to complete cpu and waiting the interrupt mechanism is used when a process in the running state makes a system called requiring an io and has to change to that waiting state The scheduler decide to hold the process For one several reason Discussed in the scheduler algorithm تعالى بقى نذاكر The scheduling algorithms دي ماشي ونشوف حتة بقى نقف فينها لابا النهاردة مش هادة رفتح خالص في الماموري مانجمت ماشي مش هادة رفتح خالص في الماموري مانجمت تمام يا شباب طيب تعالى بقى نشوف scheduling algorithm يعني scheduling algorithm يعني على أنهي أساس ياخد program ready حطه في running وبعدين من running يرجعه للready تاني ومعليش أصبر معايا عشان هقولك حالات غريبة ماشي ماشي تعالى بس على قد ما أقدر ايه أقولك التفاصيل واللي جي في المتح يبقى دا CPU scheduling في حاجة اسمها pre-impetive وفي حاجة اسمها non pre-impetive يا لهوة على الكلام طب بصي بقى في حاجة اسمها non pre-impetive دا غير قابل انه هو يبقى interrupted لو جالك واحد non pre-impetive تشغله من أوله لآخره خالص وما تعمله الشيرينج مع الآخرين يعني non pre-impetive ما يفعش يبقى ready ويروح running وبعدين running يروح ready ويقعد alternating كده non pre-impetive يعني غير قابل للinterruption ييجي يتنفس كله بالكام يبقى دا في بروسس في حاجة اسمها non pre-impetive في بعض البرامج تتكمل تتعمل من أوله لآخر يبقى non pre-impetive غير قابل انه هو يبقى ايه ياخد time slot ويرجع تاني ياخد time slot ويرجع تاني ماشي طيب يبقى دي حاجة اسمها non pre-impetive خلاص يبقى scheduling algorithm although the long term مين اللong term اللي هو بيحدد أني واحد يبقى loaded في المامري or high level will have decided to make one to make one choosing which program should be loaded into memory يبقى long term scheduler أو high or high level or high level scheduler هو اللي بيحط البرنامج في المامري تمام طيب we concentrate here on options for short term or low term اللي هو دا short term or low term اللي هو دا ما بين running already already and running تمام طيب a scheduling algorithm can be pre-impetive يعني قابل انه يبقى انه يبقى we resume this somewhere time some other time ماشي لكن هو non pre-impetive غير قابل انه يتوقف دا ما بيتوقفش a pre-impetive algorithm can halt ايوه ما بيروح في الready والrunning والrunning والready ماشي a process that would otherwise continue running undisturbed if an algorithm is pre-impetive it may involve prioritizing ما هو كل مذكرتنا يا شباب عال pre-impetive دا non-pre-impetive دا اللي هو ايه يعني الوحد وكده احنا كل مذكرتنا دلوقتي عال pre-impetive اللي هو قابل للانترابش طيب تعالى نذاكر في حاجة اسمها first come first serve دي non-pre-impetive يعني ايه زي خدمة العمل كده يجي الكاستمر يقعد على المكتب ما يقوم شي إلا ما يكون خلص كل اللي هو عايش يبقى non-pre-impetive غير قابل انه يبقى sharing with others طيب الانترابش يبقى دي the simplest possible algorithm يبقى أبسط حاجة اللي هي first come first serve this is non-pre-impetive غير قابل يبقى interrupted and can be implemented by placing the process in first in first out queue اللي هو فيه it will be very inefficient المال احنا بنشرح ايه عم حكاية first come first serve دي البروجرام لازم يخلص كل حتة واحدة طيب افرد مستني input output هخلي cpu بهنك ماشي it can be very inefficient if it is the only algorithm employed but can be used as part of more complex algorithm ليه ليه لانه هنا بيقولك انا انا جالي non pre impotiv يعني غير قابل الانترابش جالي واللي هي first come first serve جالي واحد محتاج ايه 24 اول 24 ثانية مثلا اساسا to run and less process overhead يبقى ميز it non pre impotiv ده انه مفوش overhead مفوش scheduling اساسا و information ده انه يعني الكمبيوتر يهنج يعني والحاجة ما تخلاصش every process will eventually eventually get a chance to run unless process overhead يبقى دلوقتي ميز الفرس to come first to serve اللي هي non pre impotiv no complex logic خلاص طبعا يبقى احنا دي شرحناها بقى وخلاص اللي هو ده بيخش يشتغل لغاية forever ويمشي طيب في واحدة تانية بقى بنت حلال قوي اسمها round 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 يعني الدائرة المستديرة يعني fair كده وخلاص حتى من غير priority يعني ايه بص يا شباب انا بقى ياخد program من هنا ياخد one second second يوديه في ال running وبعد ما تخلص one second يرجعه تاني في ready وياخد اللي بعده يوديه في running وبعدين يرجعه تاني ready ماشي and so on and so on and so on ماشي دي اسمها round robin ماشي اهي ارحم شوية يبقى دي هنا هيشغل process one وبعدين three وبعدين six وبعدين two وبعدين five وبعدين seven وبعدين four ويبقى دي كده اول لفة وبعدين one وthree وsix اشمعنا بالترتيب ده مش قضيتنا اللي هو round robin بيعد عليهم من اول لاخر وبعدين يلف يجب من الاولتان يبقى round robin algorithm كل الحاجات دي بقى بتيجي في الامتحانات round robin algorithm allocates a time slice to each process and therefore pre-impative يعني قابل لل interruption مغنان pre-impative غير قابل لل interruption ماشي because a process will be halted when its time slice has run out it normally does not involve prioritizing لسه هيجي بقى موضوع الprioritizing ده هقولك عليه كلمتين هو بيقسمها بالتساوي وخلاص ما هي اسمها round robin هقولك لو هتدخل الprioritizing هنشوف بقى consider ايه وخلصنا بقى in a round robin algorithm every process get use of the processor in a sequence for a fixed amount of time called the time slice خلاص round robin ده each process is serviced by the cpu for a fixed time slice all processes are given the same priority starvation does not occur because for each round robin cycle every processor is giving a fixed time slice to execute خلاص يبقى دي benefits هدي هنا benefits اهي يبقى اللي فوق دي كانت benefits بتاعت ايه دي كانت benefits بتاعت first come first serve ماشي واللي جاية دي benefits بتاعت ايه benefits بتاعت round robin خلاص يا شباب طيب في بقى حاجات involving prioritizing في حاجة يا شباب اسمها first job first shortens job first يعني لو لقيت job صغيرة قوي ادي لها priority لي جميلة هتخلص بسرعة ولما هتخلص بسرعة هتتحزف من المامر والlong-term scheduler بقى هيحزفها من المامری ويفضل المامري شوي يبقى Process are executed in ascending order of amount of time CPU required يبقى الحاجات يحتاجهاovich تاخد كتير Shortest processor are executed first and followed by longer process this lead to increase the throughput because more processes can be executed in a smaller amount of type هديك مثال انت قاعد بتذاكر وتقول المادة دي فاضل فيها حتة صغيرة وبقفلتها يلا خلينا نخلص وشي المل على قلبك بقى يبقى انت عملت ايه حاجات كتير قفلت مواد كتير وخلصت واجبات كتير منطقي يعني اهو ده scheduling algorithm يبقى دلوقتي ايه هنا قلنا ايه first come first serve scheduling algorithm وده non pre-impotive اساسا تمام قلنا الراوند روبين اللي هو بالدور وده pre-impotive ابن حلال ماشي وبعدين first shortest job first برضه مهو ده pre-impotive طبعا مهو ده pre-impotive قبل للايه للانترابشن ماشي اهو process are are executed in ascending order of amount of time cpu require shortest process are executed first and followed by longer processes this lead to an increased throwboot because more processes can be executed in a smaller amount of time يبقى اهو benefits اهي يا شباب تمام طيب تعالى نشوف الاكزامبل ده الاكزامبل ده الاكزامبل ده على round robin بصوا يا شباب يعني ايه round robin هو هيشغل job 21 وبعدها job ss وبعدها job pt وبعدها job 32 وبعدها job 42 وبعدما يخلص return لجوب 21 وخلاص ما هي ده round robin خلاص for a computer system using multi-programming the low level scheduler decides which process will get next use of the process one algorithm would be a round robin which means every process gets use of the processor in a sequence for fixed amount of time time slice for a round robin five processes are currently loaded and get the use of the processor in the sequence طيب اه الله ما هي حصل process job 32 has just completed its time slice an interrupt is received from the low level scheduler save all register contents of the 32 copy the saved register for 42 ما هي 32 بعدها 42 في الراون robin ما هي to the cpu the processor will now process job 42 يبقى دا يا شباب اللي هو round robin بترتيبه خلاص preemptive تمام طيب ما هنا shortest job first ما دي تعتبر priority based تعال نذاكر بقى priority based scheduling priority based scheduling is more complicated ما هو كان الراون robin ابن حلا ماشي every time a new process enters the ready queue or when a running process is halted the priorities for the processes are re-evaluated يبقى دلوقتي كل شوية تعمل re-evaluate للأولويات possible criteria for evaluating priorities estimated time of process execution هو الprocess محتاج وقت قد ايه estimated remaining time for execution فاضله قد ايه ويخلص هنديله priority اعلى يفضيل البلوك بتاعه length of time already spent in the ready queue لو هو منتظر بقى له فترة طويلة نديله priority اعلى whether the process is i-o bound يعني i-o bound محتاج input output كتير اديله priority اديله priority ده هيروح على البلوك ده على طول ولا cpu bound محتاج ايه calculations كتير يبقى بيتعمل في table بقى في priorities تمام more than one of these criteria might be considered for priority clearly estimating a time for execution may not be easy some processes require extensive i-o حاجة بتعمل printing للواجز ماشي there is very little cpu usage خلاص اديله priority ما اكل شوية هيتحط في البلوك the profit will change to the waiting state على طول اديله priority تمام تعالا نشوف بقى خلاص كده انا خلصت فاضلي سؤال واحد فاضلي انا اعتبر اعتبر شرح النوت حل أسئلة فاضلي سؤال بقى دا غايي من ايه من pass paper اخر سؤال بقى خلاص a computer has a computer at a remote weather station is performing three tasks تمام time measuring and recording the temperature every 10 seconds measuring and recording the wind speed every 10 seconds sending the previous day's temperature and wind speed to the scientist to a scientist at another location via the internet يبقى انت عندك 3 process مين فيهم في الready ومين فيهم في الrunning ومين فيهم في البلوكت هيقسمهم لك ان شاء الله واحدة لدي واحدة لدي the operating system is managing the multitasking of these tasks at one point of time the temperature measuring and recording is idle يبقى دي بقى في الA في الweight في الready دي في الready يبقى the temperature measuring and recording is idle دي في الready مستنى ايجي دورها بس the wind speed is being recorded دي في الrunning ما هو being recorded يبقى دي في الrunning the task to send the previous day temperature and when the speed is waiting for the internet connection يبقى دا في الblock او في الweight يعمل بسؤال زي الفل هتجيب كل درجات the process status for each of the task and the reason why each of the task is in that state يبقى السؤال كم بيقول لك بيقول لك اهل state الت temperature دا في الready لي waiting for the 10 second to be finished يبقى مستنى time slope بتاوي يبقى دا كده رسمي في ال A في الready طب الwind speed measuring دا في الrunning اشمعنا عشان it's currently being running طيب ال sending data دا في الblock اللي هي في الwaiting او ال Suspending ليه waiting for the internet connection خلاص يا شباب دا سؤال بسيط بيسألك انتعرف يعني اي ready ويعني اي running ويعني اي blocked تمام طيب the weather station computer uses an operating system the operating system uses interrupts to schedule the measuring and recording task uses a timer ال operating system uses a timer or uses two timers one يعني يعني واحد لل temperature وواحد لل wind speed خلاص each timer is continually checked to see if 10 seconds has passed if it has an interrupt is sent to the OS the OS check interrupt status and may pass control to the interrupt handling routine if 10 minutes has passed then the ISR switches process state يبقى كل 10 ثواني interrupt service routine يوقف الprocess running يخليها في ready واللي في ready يخليها في running when finish it passed control to the operating system and the timer is restart كل شوية يعد 10 ثواني من الاول كده يا شباب انا خدتلك وقت كويس جدا رحنا معرض scheduling اللي هو بدول الاعمال بتاع البروستسر تمام to enable multi programming يارب تكون كل حاجة واضحة